اشتركوا في القناة او لا لاش الارتفاع السهمة ديال المساكين تيشي حاجة من هذا القبيل ما دارها تل الفينو و تلتاش دار جميع عام كان الغرض منه انه غادي يمشي في حالو مع انه سلم جميع المستحقات للشركات دون استكمال المشروع دون الحصول على شواهد مطابقة يعني على الاقل كانت تكون عنده عشواهد مطابقة تشواهد مطابقة ما عنده شيء و سرح الشركات وهذه الشركات اللي كانت عندها هاد الاشغال اللي هي تابعة الادارات العمومية من غا نجيبوها احنا ياه احنا دابا في سنة الفين وواحد وعشرين من غا نجيبوها تشركت هاد ومشاوف حالو هما اللي يخدوه الترخيص من عند لوينو هما اللي يخدوه الترخيص من عند اتصالات المغرب هما اللي يخدوه الترخيص من عند الاراداج الوكالة المستقلة يتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب الجديدة هذي كلها امور عراقي لخلاها لنا تقنية ومالية من سنة الفين واثناش والمشروع كيتخبط وسط المشاكل وهو كي يعطينا واحد الوهم على انه كي سوف الجرداء وانه كي بني في المقاهي وهو رادير استقالة غير معلنة وكي بريع التقادم دياله ولكن شاء القدر انه هر استقادم دياله بنفسه انه صرح امامه كقادي التحقيق على انه لم يستقل وانه منتخب الى يوم واحد وعشرين ربعة الفين وستاش دونك هو كي يعطينا قدر التحقيق بانه قدم استقالة دياله في تاريخ واحد وعشرين ربعة الفين وستاش دونك ها هو هر استقادم دياله بقاتلين مسائل ديال الوثائق الوثائق واضحة مني دخلنا في الجلسة وحنا كنقولو للقادي ما قال اسميتو عقد ديال شركة ماروك ماسترنت وعقد ديال شركة بيمارا فينا هما اللي كنسولو التواحد ما عارف العقود فينا هيا هذا واضح انه تم تبديد هاد الوثائق اللي غاردين في نفسه يعقوب احنا قوني الفين وواد وعشرين وباقي ما استفدنش من الساكن ديالنا دازوا بزاف ديال الجلسات وكان هو كان واحد النوع ديال حتى ما طل باقي ما حصلناش على الحق ديالنا ومن هاد المنبر كان طلبو الناس المسؤولين والناس على القاضاء بيعطيونا الحق ديالنا احنا رمجموعة ديال منخارطين تقريبا خمسمية وابعتاش منخارطين كلهم موظفين كلهم ناس موظفين يعني نقدموا هاد الاجر محدود يعني ما كيللش يعني دالوا هاد الساكن كيللي فيهم باع الساكن ديالو ومشاشرة مايا دوت الفاصن باش يستافد احنا يا كنا دونك ضحيات ديال واحد لاغنك ديال واحد الناس اللي قاملنا بهم ومع كامل اسف استغلوا تيقى ديالنا وضيعونا وضيعو الأحلام ديالنا وديالوليداتنا اشتركوا في القناة